اشتركوا في القناة 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 خلال traditionally تحديث وأهم شيء خلال أول ثلاث أشهر من الحمل لأنه نقصه رح يسوينا حالة إحنا بنسميها سباينة بفدا أو إنه هو بكون عندنا نخاع الشوكي برا العمود الفقر يعني التشوك خلقي عند الطفل فمن ولد بالتشوك خلقي طبعا بصفي في كتير من الأطفال لما ينولدوا ما بقدروا يعيشوا أو باضطروا يعملوا عملية وإذا ما عملت العملية صح بصير لعنا التشوك خلقي فعشان هيك إحنا بنركز على الفوليك أسيد كتير بتركزي إنه الأطباء بركزوا على الفوليك أسيد غير إنه للحامل فيه إلو وظائف تاني هو مهم كمان بالتكوين المادة الوراسية دي أن إي لا إنقسام الخلايا زي ما حكينا لتكوين خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء فكتير فقر الدم ممكن يكون واحد من أسبابه نقص الفوليك أسيد ليس نقص ميتولف لأنه في عنا عدة أنواع من فقر الدم في فقر الدم منتوج لأنه فيه ناس بفكروا بس من نقص الحديد ولكنه ممكن يكون من نقص الحديد من نقص البيتولف ومن نقص الفوليك أسيد فكتير مهم إحنا بنسميها نوع ثاني من الأنيميا أو فقر الدم بسموها ميغالو بلاستيك أنيميا بكون خلايا الدم الحمراء شوي أكبر من حجمها الطبيعي فما بتعمل الوظائف المفروض تعملها فبتلاقي بعشعر وبتعب وإرهاق يعني نفس أعراض فقر الدم الطبيعي فالفوليك أسيد مش بس مهم للحوامل كما مهم للسيدات والرجال وكلنا يعني السيدات لازم يروحوا يفحصوا يعني كل الأشخاص نحكي سيدات ورجال لازم يروحوا يفحصوا قديش نسبة الفوليك أسيد عندهم إذا عندهم بتكون نسبة الفوليك أسيد قليلة بالجسم لازم ياخدوا حبوب وليفضل إنه عادي طبيعي إنه إحنا نروح وناخد حبوب الفوليك أسيد نحن نركز إذا كان في غزائنا مشكل يعني هلا الفوليك أسيد وين موجود؟ موجود بالخضار والفواكه مثلا عندنا عصير البردقان البندورة الخضار الورقية موجود فيها موجود كمان بأغزية تانية مثلا الحبوب الإفطار المدعمة إحنا دائما نروح نحكي للناس إنه إشتجوا الحبوب الكاملة يعني اللي فيها كل الإشرة وكل الفيتامينز موجود بالخبز الأصمار والمعكروني السمراء فإذا الواحد يقيم نظامه الغزائي إذا هو من النوع لا يأكل خضارة وفواكه كل يوم لا يأخذ كثير خبز أصمار ونخالة أو لا يأخذ حبوب كاملة فإذا يكون لديه نقص بالفوليك أسد فإذا نظامه الغزائي فيه إشيء غلط يبدو يضطر يعدل إحنا دائما نحكي قبل من نلجأ للحبوب نلجأ للتعديل نظامنا الغزائي لذلك نرجع لدائما نصائل نحكيها دائما الخضارة وفواكه لا تتاكل مرة في اليوم أو تتاكل مرة في الأسبوع في ناس أو في ناس لا يأكلون هذا لأنه ممكن يكون عندهم مش بس نقص فوليك أسد نقص بفيتامينز كتير مهمة للجسم فبدنا نعدل نظام الغزائي ولكن للسيدات الحوامل حالة تانية نحن دائما نعطي مثلا يفضل نعطي 400 مايكرو جرام من الفوليك أسد هاي ممكن على شكل طبعا من الأغذية ناخدها أو من الحبوب ولكن السيدات الحوامل منركز ممكن نعطيهم أكتر من هاي الكمية حبوب ممكن لسيدة الحبوب دائما بنعطوا حبوب لازم السيدة الحامل تأخذ لأنه ليس شيء يستهان فيه أنه يكون عندها نقص بالفوليك أسد أو يكون عندها نقص بالفوليك أسد ويصير عند الجنين تشوه كلهم طب سيدة الحامل الطبيعية يعني اللي ما عندها كثير نقص بالفوليك أسد قديش لازم تأخذه هل هي لازم تستشير أخصائية تغذية أو طبيب مثلا قبل ما تأخذ الفوليك أسد هلا إحنا دائما بنحكي لسيدات بشكل عام من غير فترة الحمل 400 مايكرو جرام باليوم بشكل عام 400 مايكرو جرام سهل نأخذها من الخضرة والفواكه والحبوب الكاملة وهيك بس إذا سيدة عم بتخطط للإنجاب يعني هي مفكرة مثلا من هون لشهر شهرين لازم تروح تاخد حبوب فوليك أسد هلا إحنا بنحكي كنصيحة عامة ممكن تاخد 400 مايكرو جرام لحد مثلا ألف مايكرو جرام يعطيها هاي الكمية من الفوليك أسد لأنها عم بتخطط للإنجاب عشان زي ما حكينا ممكن في من السيدات مرات بكون حمل غير مخطط لإنه أو هي مخططة بس ما بتعرف أمتى بتحبل بالضبط ممكن يمرق شهرين وهي لسه لأنه مرات الأعراض ما بتبين مظبوط أو كذا فبتكون راحة فترة اللي هي منيحة من التطور الجنين اللي هي نحكي عليها أول ثلاث أشهر فعشان هيك إذا هي في مرحلة أو مثلا مخططة إنه خلال هاي الفترة بدي أخد أو بدي أنجب رح يكون عندي مولود مش غلاطة تروح عند صيدلاني دكتور أخصائي التغذية كحد أدنى إحنا بنحكي 400 مايكرو جرام من الفوليك أسد وحد أعلى ألف مايكرو جرام من الفوليك أسد الآن الأطباء ممكن يعطو أكثر ممكن يعطو لحد 5000 مايكرو جرام من الفوليك أسد بس طبعا هاي خلال فترة الثلاث أشهر بعدين عادة طبيب بعد متمر هاي الفترة بيعطو مثلا إذا هي محاجة لفيتامينات متعددة بكون فيها الفوليك أسد بس بكون بنسبة أعلى يعني إذا بتلاحظي حبوب الفيتامينز للحوامل إذا بنقرع الفوليك أسد حلو نفهم مظبوط بنتلاقي أرقام وإحنا مش فاهمين فبتلاقي معظمهم إذا كان الملتي فيتامينز اللي هو متعدد الفيتامينز للحوامل بكون مكتوب فوليك أسد واحد ميلي جرام واحد ميلي جرام يعني ألف مايكرو جرام يعني هي متعددة يعني إحنا منحكي للحوامل كتير مليحة أربعمية طبيعية طبعا أربعمية للحوامل إحنا منزيدها لستميت مايكرو جرام هي عم تاخد أكتر اللي هو عادة بنعطى للسليدات للحوامل طبعا يفضل دائما إستشاط الطبيب بس إحنا منحب نوعي إنه الواحد يصير يفهم إيش عم قديش احتياجاته وقديش موجود على الحبوب الفيتامينز طيب هلأ إحنا منشوف الملتي فيتامينز أو الفيتامينات المتعددة بتكون هي بكل إلها أسماء معينة حتى للحوامل للحوامل صح بس هلأ بالنسبة للفوليك أسد عادي إنه ناخده من ضمن فيتامينات متعددة ولا يفضل إنه ناخده لحاله كفيتامين لحاله هذا السؤال كتير حيل مايس لأنه أول إشيء أول ثلاث أشهر من الحمل يفضل إن ناخده لحاله لأنه إحنا من ركز على الفوليك أسد وعادة كتير من الأطباب يعطوا أكتر خلال فترة الحمل أكتر من هاي تحسبا لأي شيء وما رح يضرهم لأنه مع استشارة الطبيب بعد فترة معينة إحنا عادة مرات مع تقييم الوضع الغذائي في مرات سيدات حوامل ما بكون تغذيتهم كتير جيدة خلال الحمل مرات بكون لوحام السبب أو مرات اللي هو بترفي الأعيان والتقيق وغيرها بتأدي إنه ما عم تقدر تأخذ الكميات المناسبة من الأغذية وإحنا بهذا الوقت بصفي لازم نحتاج إنه ناخد فيتامينز لأنه في عنا حياة جنين وبرضو هي لأنه إذا هو بده الجنين كالشم رح ياخد من أعضامها فهي بتصير معرضة بعدين لها شاشة وغيرها من الأمراض فبصفي الملتي فيتامينز ممكن تنعطى بعد الثلاث أشهر مع استشارة الطبيب ويشوفوا تقييم للغذاء فبكون فيه الملتي فيتامينز معظمها بكون فيه واحد ميلي جرام من الفوليك أسد واحد ميلي جرام طب هلأ إحنا عم نحكي يعني عم نركز تقريبا على الحمل بفترة الحمل إنها تأخذ الفوليك أسد هلأ قبل الحمل يعني ممكن مثلا في منهم ما بيكونوا عارفين إنهم رح يحملوا مثلا عن طريق الخطأ ممكن يكون فيعني شو نعمل قبل الحمل كمان نركز على الفوليك أسد بيشتر؟ مهم نركز على الفوليك أسد هلأ إذا هي مثلا متجوزة جديدة ومخططة مثلا ممكن من هون لسنة إنها تحبل مو غلط تأخذ الفوليك أسد اللي هو بنسبة قليلة اللي هو معدل 500 مايكرو جرام بالليوم من الفوليك أسد أو تعدل نظامها الغذائي لأنه إذا هي يعني حاطيتها في سيدات إنه هيك ممكن أحبل ممكن ما أحبل مش غلط إنه إذا هيكي حفيها هاي الفكرة إنه ناخد أغذية يعني أنا بركز على الخضروات الورقية دايما ناكلها اليوم دايما كل يوم تكون موجودة غير الفوليك أسد فيها كتير فيتامينز كتير ضرورية للعين والجسم والمواد المضادة للأكسدة في عنا كمان البردآن هلأ موسم البردآن بردآن كتير مناسب لسيدات الحوامل لأنه كمان فيه فوليك أسد فيه فوليك أسد عصير البردآن أو البندورة يعني منلاحظ أغذية دايما موجودة بس المشكلة إنه في بعض السيدات أو بعض الأشخاص إنه هاي الأغذية ما بتناولوها غير بالسنة مرة أو مش دايما بيتناولوها ما بيأكلوها دايما لازم يعني أنا دايما مرات مثلا بالعيادة لما تكوني بتيجي ناس وبتعدي تسألي إيش نظامك الغذائي صرت هيك مكونة زي فكرة عم معظم الأشخاص كيف عم بيأكلوا اللي هو بكون خطأ اللي هي ما منأكل القهوة الصبح واجبة واحدة باليوم الخضرة بتخرب بالتلاجة هاي نسمعها دايما الخضرة بتخرب بالتلاجة الفواكه ما باكلها لأنه بدي حدا يقشر لي إياها فهي نمط حياة بس إحنا لازم نحاول ندخله بحياتنا خاصة هيك الواحد يحدد أهداف للسنة جديدة لأنه إحنا قربنا على السنة جديدة إنه الواحد يعدل من نظامه الغذائي ميش بس لهاي القصة الفوليك أسيد أو كذا لأشياء تاني في دراسات جديدة ريتم بارح دراسة جديدة إنه الفوليك أسيد وجدوا إنه ممكن يعني دراسات عم تعطي نتائج إيجابية إنه ممكن يحمي من أنواع من السرطان وممكن يحمي من أمراض الأوعية الدموية فهذا برجعنا إنه يعني الفوليك أسيد وين مصادره والخضار والفواكه والحبوب الكاملة هاي اللي دائما إحنا مندعي لإلها إنه إنه عدل نظامنا الغذائي قد ما منقدر مش عشان إشي واحد يعني إنتي لما تاخدي حبة فواكه مش عم تاخدي وايتامين واحد عم تاخدي مجموعة من الفيتامين ولما إحنا ناخد الفيتامين من المصادر الطبيعية مش بزي الحبوب يعني مرات حتى الفوائد في كتير من دراسات أثبتت إنه مثلا فيه نوع فيتامين بيعطيك فائدة بس بيكون الفائدة من مصادر الطبيعية أكتر من الحبوب الكاملة ممكن يكون هو مكثف بالمصادر الطبيعية أكتر يعني بحتيك فوائد أكتر فوائد أكتر فوائد أكتر خطر عبالي سؤال إنه الفوليك أسيد عفواً بأي عمر ممكن السيدات يصير عندهم نقص بالفوليك أسيد ومثلا يعني أمتى أنا لازم أروح وأفحص إنه قدي عندي فوليك أسيد هلا الفحص عادي بتقدر أي سيدة تروح تعمليه حسب نظامنا الغذائي ما فيه شي بهذا بس فيه بد أن أنبه كمان إنه إحنا لما نعطي فيتامين من الفوليك أسيد إذا هيدا تاخدها مثلا من زي ما حكينا عم بتخطط للإنجاب ما تاخد أكتر من ألف مايكرو جرام باليوم اللي هو واحد ميلي جرام من الفوليك أسيد لأنه مرات إذا عم تاخد كميات كبيرة من الفوليك أسيد ممكن يمحي أعراض نقص الـ B12 يعني ما يبين بهذا أو الأعراض تبين أنه عندها نقص الـ B12 آه ما بيبين آه ما بيبين ممكن يمحي الأعراض وما يبين أنه عندها إذا كان عندها نقص B12 يبين فهذا كتير مهم إنه لما ناخد إحنا الفايتامينز كتير مهم إحنا نكون معايين لقديش الكمية اللي عم ناخدها ونقرأ على العبوة ونسأل يعني هذا قديش أكمل مايكرو جرام يعني أنا قديش احتياجاتي فإحنا بنحكي ماكسمم إذا عم تاخده حسب النظام الغذائي في فقر B12 وعم بتخطط للإنجاب وما استشارات طبيب ما يكون نسبة الفوليك أسيد الموجودة على العبوة أو ملسق الفايتامينز أكثر من واحد ميلي جرام أو ما يعادل ألف مايكرو جرام يعني كثرة تناوله كمان ممكن يكون إليه أثار يعني جانبية ثانية لا أثار جانبية كثير كبيرة مثل الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون مثل فيتامين D و A هذول أعراض كثيرة كبيرة لكن ممكن يمحي كما حكيت هذا واحد من الأشياء إنه إذا كان عندها نقص B12 وكثير من الأشخاص عندهم مرات يكون عندهم نقص B12 خاصة الناس اللي عندهم مشاكل بالمعدة وقرخة المعدة وغيرها فممكن يحمي ويمحي وما يبين إنه عندها هي نقص B12 فهي كثير مهمة بدك تاختي أوكي بتاختي بس ما يكون أكتر من ألف مايكرو جرام باليوم من الفوليك أسد أو نعدل نظامنا الغذائي اللي هو دايما أنا بلجأ لإله لازم نعدله طبعا أنا بدي أسألك كمان شوي عن أعراض نقصه بس مش كثير ضاين معانا وقت بس حبي أسألك سؤال ربا هلأ في كتير ناس مش حوامل بنات مثلا بروحوا على الصيدلية وبشتروا من دون استشارة الطبيب بشتروا المالتي فيتامينز اللي هي للحوامل بحسوا إنها بتطول الشعر دائما إحنا منشوف إن الحامل شعرها بطول بطول وأضافرها مثلا فإحنا منروح ومنشتري هاي المالتي فيتامينز من دون أي استشارة للطبيب فشو رأيك بهذا الموضوع؟ واللي ما استشارة الطبيب قديش لازم ياخد من المالتي فيتامينز؟ السؤال الحلو كمان بس أنا دائما منحكي إنه زي ما حكيت هلا إنه المالتي فيتامينز بنا نقر عليها مضبوط يعني مثلا فيه مالتي فيتامينز فيها فيتامين او دي و او كي وهدول بتخزنوا بالجسم وممكن كارفرتهم متضر للجسم مش راح تفيدو فدائما لازم يكون فيه استشارة للطبيب هلا فيه أشياء احنا دائما مندعيه إنه ناخدوها مش مالتي فيتامينز يعني زي صبية مراهقة أو عشرين سنة أو كذا ما عنده حساسية حليب ما بتاخد حليب وهم بصفي لازم تاخد كالسيوم فممكن هاي الأشياء مع الصيدة لاني إنها تاخد كالسيوم يكفيها عشان ما يصير في عندها نقص تقريبا يعني خمسمائة ملي جرام من الكالسيوم تاخدها على وقتين مثلا بس مالتي فيتامين هيك من غير ما نعني لا إحنا دائما هدفنا إنه نعدل نظام الغزاء حتى لو أخذناها بأخذنا مثلا نحبة بالأسبوع آه هلا مرات ممكن ممكن ما رحي بس بس دائما نلجأ إحنا لتعديل النظام الغزائي أفضل بكتير من ننجأ للفيتامينز نركز على النظام الغزاء اللي هي إلها دخل كمان للبشرة للجسم هذا مش مرات من الفيتامينز لحالها ممكن يساعدك سؤالي الأخير لو سمحتي ربا إيش أعراض نقصه الفوليك أسد هلا الفوليك أسد ممكن زي ما حكيت قبل ممكن يكون من أعراضه أنه يكون واحد يسوي واحد من أعراض الفقر الدم فبتلاقي فيه شعور بالتعاب الإرهاق الاكتئاب أو كذا فممكن يكون مش نقص حديد ممرات تفحصه أو مش نقص بيتولف يكون نقص فوليك أسد فحلو نعمل إحنا فحص للفوليك أسد نتأكد إذا هو سبب مثلا فقر الدم النتج عند الأطفال الأجنة إحنا جنين حكينا لأنه يعمل التشوه الخلقي لأنه هو النخاع الشوكي بيكون بره العمود الفقري وهذا تشوه خلقي وإحنا دائما هلا قلي شوي لأنه صار فيه تدعيم للفوليك أسد بالحبوب الإفطار وغيرها وصار فيه وعي يعني كل حدي حامل عم تعرف فوليك أسد فهي هاي تقريبا الأعراض هاي أعراضنا سأبدأ أشكرك شكرا إليك دائما النصائحك كثير مهمة وكثير متفيدة شكرا إليك كثير عملية كمان شكرا إليك شكرا إليك أهلا وسهلا شكرا إليك أهلا وسهلا وإنتي السالمة وإنتي السالمة إن شوفكم السبت الصباح أه بالليل طبعا رح تابعينا بالليل طبعا عشان رح يكون فيه مفاجأات كثيرا أكيد أكيد يالله شكرا إذن بما أنه إحنا عم نحكي عن راس السنة طبعا مدي أجع كمان وراء أذكركم يوم سبت بالليل على الساعة 9 رح نكون معاكم من قناة رؤية كمان بمناسبة العيد السنوي لقناة رؤية رح نحتفل معاكم كمان براس السنة على الساعة 9 بالليل هلا لكل اللي حابين يعرفوا عن زينة راس السنة وأفكار جديدة لتزين راس السنة رح تكون معاكم أخصائية الحرف اليدوية في سابا بس تستناكم مع رندا بس بعد الفاصل